إن جماعة الإرهابية نفذت أعمالها الدكتوتارية ضد أزحاب السياسية منذ بداية نشأتها ومن بين الضحايا كانت جبهة التحرير أورومو هي إحدى الضحايا في ذلك الوقت وذكر كبار القادة السياسيين أن جبهة الجماعة الإرهابية ارتكبت كل شناع وفضاع ضد جبهة التحرير أورومو وشعب أورومو بأكمله وبعد قبول تنظيم جبهة تحرير أورومو ليحزبها OLF على نطاق واسع في أديس أبابا بعد ذلك هلعت الجبهة الشعبية لتحرير التجريل الرهابية بالضعر وبدأ في تنفيذ بعض الأعمال الشنيعة على سبيل المثال دعا السيد موغستابا عضو تنفيذ من الأورومو إلى اجتماع في نغالي بورنا وتم قتله أيضا دعوا داسو إيجي إلى اجتماع في مدينة هرر وأيضا قتلوه وقتل السيد بروكس بورو ومعه بعض الأعضاء ما الذي لم تفعله الجبهة الشعبية لتحرير التجريل على شعب أورومو أعتقد أنه من الأسهل ترحل أسئلة وهذا يعني أنه لا يوجد شيء لم يتم القيام به كل ما يسمى بالظلم قل تم على المنظمة وعلى شعبنا القادة يقول إنهم لم يسبق لهم أن عقدوا اتفاكا وديا وتعاونا بين جبهة الشعبية لتحرير التجريل وجبهة التحرير أورومو وإن جماعة كانت تضاهد وتقتل حتى قادتها الذين يتواجدون في منفى في ذلك الوقت هددت الجبهة الشعبية الآخرين وأخرجتهم من البلاد وأخذ آخرين إلى السجن ولا يعرف مكان وجودهم وقتل البعض وذهبوا إلى الصومال وقتلوا أحد أعداء اللجنة التنفيذية لجبهة تحرير أورومو وكان اسمه مولاسكادا أحد الأعضاء المؤسسين لجبهة تحرير أورومو بعد تغيير في البلاد منذ سنوات عندما جاءت جبهة تحرير أورومو إلى البلاد للقيام بأنشطة السياسية السلمية وقال القادة إن جبهة الشعبية لتحرير التجريل هي الجماعة الإرهابية الوحيدة التي تعارض القدوم إلى البلاد الآن جماعة الشاني التي تدعى أنها تقاتل من أجل شعب أورومو واتفقت مع جماعة الإرهابية ونسيت معاناة شعب الأورومو ومن المؤسف وأنه محرج لشعب أورومو ويشوه صورة جبهة تحرير أورومو وإن جماعة شاني ليست منظمة تمثل شعب الأورومو ولا نعتقد أن لها غرضاً لأن الذي يقول أنه سيدافع عن شعبه عاد باضطهاد شعبه مرة أخرى أو وقف بجانب عدو الشعب تخيل الذي ضحوا بحياتهم من جماعة جبهة تحرير أورومو إذا أدركوا أن جماعة شاني تحالف مع الجبهة الشعبية لتحرير تقري الإرهابية إنها خيانة لهذا النضال أعتقد أن شعب الأورومو أنه سيضيف جرحاً آخر قبل أن يلتئم الجرح شاني التي كانت مقتبئة في الغابة لفترة طويلة لم تختر الطريق السليم وإن الأشخاص الذين رأوها تنضم إلى جماعة الجبهة التحرير الشعبية لتحرير التقري إرهابية وخاصة الشباب الذين دافعوا عن البلاد ولم يتعاونوا مع الجماعة المدمرة هناك شباب من المناطق التي كان يتحرك فيها جماعة شاني الذي انضموا إلى قوات الدفاع الوطنية هذه هي المرة الأولى في تاريخ إثيوبيا التي تطوع فيها الكثير من الشباب دون إكراه ولم نراه خلال أحد النظام الدرق وهذا هو الجواب لكل من جماعة الشاني والجبهة الشعبية الإرهابية لقد أدانا شباب وشعب ورمو هذا التحالف بين الجماعتين الإرهابيتين لأنهم لا يريدون حمل المزيد من الجروح ريلي يرمو وطاة وش مرسل وطاة